أحسن الله إليكم سمحت ال לא�د يقول السائل من أراد السفر بعد العصر وقبل أن يخرج من البلد وهو في بيته يقول أحسن الله إليكم من أراد السفر بعد صلاة العصر وقبل أن يخرج من البلد وهو في بيته جمع بين صلاتي الظهر والعصر فما حكم ذلك وهل من فعل ذلك يعيد الصلاتي سمعتم الله إن ماله يجمع ولا يقصر ولا يفطر رمضان إلا إذا خرج من المباني هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ولا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا خرج من البلد لأن السفر معناه السفور والخروج فإذا برج من البلد صار مسافرا أما ما دام في البلد فهو ليس مسافرا نعم فيعيد الصلاة نعم